اشتركوا في القناة وزراء الدفاع أعداء مبادرة خمسة زائد خمسة دفاع وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة الفين واربعة وعشرين وتحديد خطة عمل لسنة الفين وخمسة وعشرين وفي كلمة له بالمناسبة أكد سيد لودي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أبدى باستمرار التزامه الكامل وتمسكه بمختلف المبادرات الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار والأمن المقترنة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وفي معرض تسليطه الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة أكد الوزير المنتدب أن المملكة تظل على استعداد للانخراط في أي شكل من أشكال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهديدات الإرهابية صدق مجلس الحكومة برئاسة سيد عزيز أخنوش اليوم الخميس على مشروع مرصوم يهم السياسة المساهمتية للدولة كما صدق المجلس على مشروع مرصوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحر للسوس في مستهل عقاد مجلسه الأسبوعي برئاسة سيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة صدق مجلس الحكومة على مشروع مرصوم يهم السياسة المساهمتية للدولة قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نديف تاح ويأتي هذا المشروع بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا لتوجهات الملكية السامية من خلال اعتماد القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية كما صدق المجلس على مشروع مرصوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحر لسوس ماسا قدمه وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور ويهدف مشروع هذا المرصوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة تسريع الصناعي لسوس ماسا وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط تهيئة لجماعة الدريرغا وإدراج اللوجستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي المجلس عرف أيضا المصدقة على مشروع مرصوم يتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذ الباحثين قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عز الدين ميداوي كما اطلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما بين المغرب وغينيا بساوة الاتفاق الأولي هم المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومتي البلدين يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها الاتفاق الثاني يتعلق بشأن النقل الدولي عبر طرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بساوة يهدف إلى تعزيز النقل الطرق للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غينيا بساو بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتجيع المبادلات التجارية بينهم بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية هذا وصدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل الثاني والتسعين من الدستور استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الخميس بيريباط رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تقوم بزيارة عملين إلى المملكة تندرج في إطار تعزيز أليات التعاون البرلماني بين البلدين نعود مع شيماء بك في إطار تعزيز أليات التعاون البرلماني بين الرباط وباريزة استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة يائل برون بيفي التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة خلال هذا اللقاء تم تنويه بعلاقات الصداقة العريقة والمتميزة بين المغرب وفرنسا والتي تعززت بتوقيع صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وفخامة سيد إمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في 28 أكتوبر 2024 على الإعلان المتعلق بشراكة الاستثنائية الوطيدة الرمية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات بشكل أفضل اللقاء شكل فرصة أيضا أكدت خلاله المسؤولة الفرنسية أن المغرب وفرنسا يعيشان عصرا ذهبيا جديدا لتعاون الثنائي بينهما مشددة على أن المملكة تعيش على إقاع دينامية يمكن لفرنسا أن تجد مكانها فيها المغرب بلد يتقدم بشكل متناغم دون أن يترك أحدا خلف الركب المملكة حققت تقدما كبيرا في مجالات التعليم والفلاحات والطاقات المتجددة والمياه فضلا عن جميع المبادرات الاجتماعية التي تتم لفائدة المواطنين نرى إلى أي مدع توجد اليوم دينامية في المغرب يمكن لفرنسا أن تجد فيها مكانها خاصة من خلال مقاولاتها وخبرتها من جانبه ثمن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش دعم الجمهورية الفرنسية لسيادة المملكة على الصحراء المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل السيد أخنوش أبرز أهمية شركة مغربية الفرنسية في إفريقيا مستحضرا رؤية جلالة ملك نصره الله تجاه القارة الإفريقية تقبل وزير شؤوني الخارجية والتعاوني الأفريق والمغاربة المقيمين بالخارج سيد نصر ابوريطال يوم الخميس بريباطل من العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سيد جاسم محمد البدنيوي الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب وذكر بلاغ لوزارة شؤوني الخارجية والتعاوني الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المحادثات التي أجرها الجانبان تركزت حول التباحث بشأن مصاري الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2011 وخصوصياتها المتميزة بأبعادها السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية والتي وضعت لبناتها فوق أو وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وإخوانه أصحاب الجلالة والسموي قادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم اليوم الخميس بنيام تدشين محطة توليد الكهرباء جلالة الملك محمد السادس التي منحتها المملكة المغربية لجمهورية النيجر بتعليمات سمية من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وجرى حفل التدشين الذي نظم تحت رعاية اللواء عبد الرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر وترأسه الوزير الأول النيجري وزير الاقتصاد والمالية بحضور وفد مغربي مهم يضم على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية لتعاون الدولي محمد مثقال والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرطة رق حمان وأسفير جلالة الملك بنيامي علال عشاء وستساهم هذه المحطة المجهزة بأحدث المعدات بطاقة انتاجية تبلغ 22 ميجا فولت يغفى الصلاة 5 والواقعة بالمنطقة الصناعية جام كالي بنيامي في تحسين تزويد ساكنة النيجر بالطاقة الكهربائية وتعزيز السيارة الطاقية للبلاد جرت بأغادير مرسيم توقيع على بروتوكول اتفاق لإطلاق الخط البحري أغادير ذكر وذلك برئاسة والجهة سوس ما سعى من العمالة أغادير إذا وتنان لنتابع بمدينة أغادير جرت مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق لإطلاق الخط البحري أغادير داكار خط حيوي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين المغرب ودول غرب أفريقيا عبر تقليص تكاليف النقل وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات الاتفاقية التي وقعت اليوم جهة سوس ماسا مع هذه الشركة أطلس مارين هي اتفاقية لوضع خطوط بحرية لنقل الشاحنات بالسائقين للمنطقة داكار وعندما نوصل إلى داكار فنحن كنهضر على دول الساحل كلها اللي هي اليوم 300 مليون ديال الناس لسكن في هذه المنطقة وكلهم احتاجين لجهة ديالنا لأن جهة ديالنا كلهم يعرفون أنها جهة منتجة بامتياز خصوصا ما هم يحتاجون من خضار فواكه وأيضا الملابس والإحدية هذا المشروع طموح من المتوقع أن يساهم في تعزيز تبادلات التجارية وفق أفاق جديدة للاستثمار مرحلة جد مهمة لأنها أولا تتمن الرغبة الملكية للسيدنا اللي ينصرق اللي بغانا باش نطور البعد الإفريقي وبالتالي غاد نقوي وكذلك التنمية المستدامة للجهة ديالنا هذا الجسر المباشر بين أغادير ودكار سيفتح آفاقا جديدة للمستوردين والمصدرين ويعزز التجارة البينية الإفريقية شتحت برباط ورشة تفكير حول موضوع الوقاية من الاختفاء في السياق الهجرة حماية حقوق الأسر وتدبيره الحدود بطرق إنسانية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة فرع المغرب لنتابع المغرب بلد رائد في تنفيذ الميثق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بفضل التزامه بإنقاذ الأرواح وجهوده المنصقة لمنع اختفاء المهاجرين حسب رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب لورا بلاتيني خلال افتتاح ورشة تفكير حول موضوع الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية نحن في المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اغتنمنا هذا اللقاء حيث انتأم الفاعلون الأساسيون في مجال الهجرة للحديث عن هذه القضية والحديث بشكل خاص عن موضوع الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة من جانبها قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش إنه في ظل تسجيل العالم لألاف حالات الاختفاء المأساوية سنويا خلال رحلات الهجرة أضحى الاختفاء في سياق الهجرة قضية حقيقية من قضايا حقوق الإنسان واقع يستدعي تضافر الجهود والتعاون المؤسساتي في إطار تنزيل الهدف الثامن من الميثاق العالمي من أجل هجرة الآمنة والمنظمة والنظامية اللقاء دي اليوم واللي متعلق بالوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة يكتسي أهمية قصوى خاصة كنعرف بأنه الميثاق العالمي لهجرة آمنة اللي انعقت من ركش 2018 أكد بالأهمية دي الضروري من التنسيق ومبادرة على المستوى الدولي من أجل الوقاية وحماية الضحايا دي الاختفاء في سياق الهجرة اللقاء شكل مناسبة لتبادل الممارسات الفضلة في تدبير حالات الاختفاء وتعزيز النهج التشاركي من خلال إبرز دور المجتمع المدني وتبادل الخبرات في هذا المجال تتحى أمسي ببركان والمرأب الذكي للسيارات من شأنه المساهمة في تحسين تنقل الحضر داخل المدينة وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية للمدينة باقي التفاصيل في سياق تقرير تاجي ببركان جرى افتتاح أول مرأب ذكي للسيارات من شأنه المساهمة في تحسين تنقل الحضر داخل المدينة اليوم تم الافتتاح انتحد البركينج السوتيران في هذا الموقيع المهم وفي هذا الساحة ليسمينها الساحة المسيرة الخضراء وكان الأهمية انتحد البركينج لدخل في تأهيل حضاري انتحد المدينة والحمد لله كان هذا البركينج الأول ومازال ان شاء الله سنعمف على المدينة على واحد المجموعة هذا المرأب سيساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمدينة تماشيا مع الديناميكية التي تعرفها في مجال الابتكار والذكاء الترابي في أفق جعلها مركزا للتنقل الذكي هذا المرأب طاقة السعابية ديالو 80 مكان للرقم ومجهز بنظام تسير من المستوى العالمي جد متطوير لكي يشغل بدون تذكير وطرق أداء جد متطويرات كالأداء أونلين الأداء بواسطة الكوئر كود وهذه سابقة في المدينة وفي الجهة الشرقية ككل وكذا على المستوى الوطني إنجاز المرأب الذكي لساحة المسيرة الخضراء يندريج في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة تعزيزا للبنيات التحتية بها بما يتماشى مع ما تشهده من تطور رقمي وتقني وفي إطار فعاليات دورة السادسة المهرجاني للإكليل الثقافي برباط المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد النسادس من طرف جمعية رباط الفتحة للتنمية المستديمة تم تقديم كتابين حول الأمن السيبراني تفاصيل أكثر في التقرير التأتي في إطار فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الإكليل الثقافي تم تقديم كتابين حول الأمن السيبراني الأول لطيب دباغ تحت عنوان 15 سنة من الأمن السيبراني بالمغرب والثاني لمؤلفه رضوان مرابط تحت عنوان الجوانب القانونية للجريمة السيبرانية والأمن السيبراني بالمغرب كتبت عام بعام أشنا هما جميع الوسائل اللي كانوا تراه منها القانون للحماية المعطيات الشخصية والمعطيات الحساسة منها القانون للحمايات الإدارة والمؤسسات المهمة اللي عندها المعطيات الحساسة الحدث شكل فرصة مهمة للإشادة بالإنجازات التي حققتها السلطات المغربية في هذا المجال وأيضا الجهود الدؤوبة التي تبذلها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في هذا الإطار حاولت من خلال هذا العمل شرح القانون المغربي وتطوره في مجال الأمن السيبراني بالفعل المغرب حققت قدما كبيرا على مستوى الجانب التشريعي الدورة السادسة لمهرجان الإكليل الثقافي والمستمرة إلى غاية العشرين من دجمبر الجاري تحت شعار ربط الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستديمة تتضمن برنامجا متنوعا يشمل ندوات وقراءات شعرية وخيمات ثقافية ومعارضة فنية نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمركب محمد السادس حفلا تزامن أو تزامن وإعلان الفيفا الرسمي عن منح ملف المغرب اسبانيا البرتغال شرف تنظيم كأس العالم 2030 حضره مسؤولون ورياضيون من المغرب وخارجه لنتابع مركب محمد السادس بسالة كما العالم ترقب الإعلان الرسمي عن الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم احتضن شخصيات مغربية وإفريقية وعالمية في حفل عاية حاضروه رفع اسم المملكة خلال الجمعية العمومية للفيفا عبر تقنية التناظر المرئي إلى جانب إسبانيا والبرتغال بلدانا منظمة للنسخة المئوية من المونديا الكل شاهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمجياني إنفانتينو في لحظة إشادة بالمغرب واعتراف باستحقاق المملكة وشريكتيها إسبانيا والبرتغال نيل شرف التنظيم واستشراف لنسخة هي الأفضل نسخة الجمع بين قارتين بين دفتين يفصل بينهما البحر الأبيض المتوسط جغرافيا ويوحدهما التاريخ شكرا مرة أخرى لجلالة الملك محمد السادس على الالتزام المتواصل في سبيل تطوير إفريقيا وكرة القدم الإفريقية هذا التنظيم هدية للشباب الإفريقي ولكل عشاق الكرة في القارة وهو تشريف ليس للمغرب فقط بل لإفريقيا كلها شرف تنظيم مونديال 2030 يعد ثمرة سياسة انتهجها المغرب في المجال الرياضي بشكل مبكر تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والاستثمارات المنجزة لتقوية البنيات التحتية وتكوين الرياضيين والسعي خلف مردود جيد في ميادين الكرة بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في عمال الله